موسيقى طبعا طوث ايك اللي هو ألم في سنيني طيب تعالوني إلى نمبر 2 بيقولي نقطة is used for carry things in the supermarket إيلي بيستخدم لحمل الأشياء في السوبرماركت قلنا كور trolley taxi pen طبعا هو التrolley weather pavement ونقطة the hotel طبعا الرصيف أخذنا قبل كده إيه near the hotel نير نمبر 4 مع بعض not a place where we walk across the river بنعبر منه للنهر هو إيه دوت الplace دوت هو الكبري طب الكبري كان اسمه إيه سنساتة هو البرج excellent طب نمبر 5 هونال bread did mom do have طيب إحنا قلنا أن bread uncountable فطبعا هاي جي معي much طب نمبر 6 the camera is dots it costs us a lot of money بتكلف كتير من الميل فهل الكاميرا هتكون إيه طبعا expensive غالية السمن تعالوا ننقل على البراكتس اللي بعدي مع بعض البراكتس اللي معينا number 2 هو read the passage يلا بنا نقرأ الكتغ مع بعض ونحل الأسئلة واحدة واحدة طبعا لازم أركز في الباسج وترجمتها عشان أعرف حلي كويس يلا the food was delicious الأكل كان لازيز جدا we went back home in the evening رقعنا البيت في المساء it was a wonderful holiday كانت أجازة رائعة تعالوا نقرأ مع بعض اللي تشوز ونجاوب سؤال سؤال ونركز ونرجع للكوتا ونحن بنكاوب كريم went to the dots in the morning كريم رح فين in the morning تعالوا نطلع فوق كده في الجملة اللي هي number 3 قالك I went to the pyramids with my family in the morning فهو طبعا رح I went to the pyramids number 2 بيقولك كريم رود أ طب نجيب الجملة دي من فوق زي ما هي بيقولك I visited سفينكس and rode a camel وركبت على الجمل يبقى الإجابة نجاوب على أسئلة الأنصر بتاعة الكتعة ونقرى number 1 مع بعض When did Kareem go back home? احنا قلنا ان Kareem رقع لبيت إمتى? مين يرجع للكتعة ويجاوب علي يرجع بالفيديو كده ويجاوب علي يبقى Kareem قلنا وي ألو في الكتعة We went back home in the evening يبقى احنا نقول ايه Kareem أو he went back home in the evening هو رقع في المساء طب نقرى number 2 مع بعض بيقولك What did Kareem and his family eat? هما أكلوا ايه? أكلوا ايه؟ طيب هنقول they ate فاكرين أكلوا ايه؟ أكلوا أيوا شاطرين spaghetti and meatballs يبقى أنوا they ate spaghetti and meatballs أكلوا وكرونة spaghetti وكرات لحب برفو عليكم يلا بينا ناخد براكتس تاني بسيط مع بعض وآخر سؤال معنا هو write a paragraph of seven sentences نكتب إزاي paragraph من سبع جمل طبعا فيه steps كده بمشي عليه هل هي لازم أسيب مسافة لازم الحرف الأوليني يبقى capital تمام لازم بعد كل نقطة أحط follow stop وأخط بيدي وأروعي من الخط المسافات بين الجمل تعالوا شوفوا كده الباركت ده الأيس كريم أنا كتبت في إيه معكم يلا بينا نقرأ كده أنا كتبت إيه أول جملة طبعا شفتوا ال space اللي أنا سبتها كتبت ice cream has a long history الأيس كريم عنده تاريخ طويل it's a moi favorite dessert هي التحلية بتاع السي المفضلة there are a lot of flavor في كثير من الأطعمة I like vanilla أنا بحب الفانيلا ممكن هنا أنت تكتب I like chocolate تكتب أي طعم أنت عايز it's my favorite flavor هي الطعم المفضل بتاعي أو ممكن أكتب my favorite flavor is vanilla نفس الجملة هي تعتبر بس مع تغيير الشكل بتاعها it's delicious هو لذيذ but I can buy it at every shop أنا ممكن أشتري الأيس كريم من أي محل وبردو ممكن ناخذ من اليونة I can buy it at every grocery store where you can find a lot of flavors وهكذا ممكن أقول we don't know who invented ice cream وهكذا ممكن نلاقيه من الايس كريم من الدرس عندي جبات كتير جدا وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ويا رب يا ولد تكونوا استفدتوا معينا وإن شاء الله استنوني في فيديوهات تانية مراجعة باي باي وأشوفكم في فيديوهات تانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر